موسيقى انا كنت ناوى تكلم على بيتوريا بس بس حسيت ان عندك طاقة اه اه اخر الحلقة كانت منك اتكلمت عنه كويس جيت قبل ما يشتغل مع الاهلي كان يوم 27 ستة تحديدا واتكلمنا قبل الاعلان الرسمي حتى احنا في الهاتف نقول إن تم اعلانه رسميا مديراً فنياً للنادي الاهلي وشرحنا تقريباً من حوالي 13-14 ديئة طريقة لعب الراجل الراجل بيشتغل ازاي وسبحان الله يمكن اول مباراة يبقى فيه جاب الراجل يشتغل خمس ستة ايام قبل مباراة فيوتر بعكس المباراتين اللي قبليهم الراجل وهنا قبل بس ما بتدير اشرح واربط عشال الناس ما تقولش إن احنا بنضخم من الاداء أو إن دا حكم على المدير الفني استحيد بحكم أي مدير فني بنحكم عليه من 8-10 مبارايات عشان نقدر حكم عليه بالإجابة أو بسد وكمان ما يبقاش حكم نهائش دا زيلاً تقول خلاص ملاحه وبانت الراجل ابتدأ يفهم يحفظ الفرقة يبطلية الفرقة تشتغل ازاي؟ صح ولكن لما لاقي إن فيه تطابق ما بين بعض الأفكار اللي الراجل طبقها مع الجيل في السنتي الموسم اللي فات بإمكانات لعيبة أقل وتلاقي دا إنه بيتطبق بشكل متطابق وفيه نمط بيتعمل امبارح في المباراة فيوتر لازم تقف عنده وتشاور عليه الحكم بعد الفترة الحكم بعد ما الراجل يحفظ كل اللعيبة ونبطل يروحكم عليه بالإجابة أو السلب عشان يقول لا دا مش استثناء دا بترن بقى مش بترن جوه المباراة دا نمط بيتكرر من المباراة للتاني لو يعرضو لنا بقى السورة الأولانية وبتاعة صوريش واللي كان بعميره صوريش لحد ما الحالات تجهز معنا لا 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 الحالات اللي هنتكلم عليها مع صوريش هنتكلم علي كم نقطة تحديداً اللي انت قلته في المقدمة الضغط العالي واستخلاص الكورة استخلاص الكورة دا الضغط العالي ما تيجي تتكلم انه في نفس الكدر والكورة فين بقى جوه 18 في التلت الأول من الملعب احنا بلقسم ملعب 3-3 التلت الأول من الملعب ست لعيبة جايين في كدر واحد من النادي الأهلي الصورة دي بقى تكرارك كم مرة مبرح لحد الديئة سبعين تاني دا وفتح الملعب الرجل فتح الملعب بادئ بيعمل البلدوب احنا تكلمنا على ثلاث نقطة في حلقة 27-6 واحد البلدوب من الخط الخلفي اتنين الضغط العالي سواء دياجونال يعني سواء هو بيعمله قطري هو بيعملش ضغط عالي دايما في اتجاه الكورة بحيث يقفل زوايا التمرير ثلاثة سرعة الاستخلاص رغم انه جالفا سنتي ككواليتي لعيبة مقارنة بفرق الدور البرتغالي سبورت انجليش بونا بورتو بينفيكا بحتى جماريش هو فريق قليل في الامكانيات وقليل في كواليتي اللعيبة تخيل انه مع نفس المدرد هو الفريق الرابع في الدور البرتغالي بعد نهايته الاسرع استخلاصه للكورة بمعدل تسعة تمريرات يعني بعد تسعة تمريرات بيكون قطع الكورة اكتر ملحوظة شفتها انا 12 مبارحة فكرة استخلاصي السريع للكورة من الاهلي هي دي على فكرة اللي شلت او تعبت في اصعي فيوتشر ما ظهرش بشكل كويس بس ما هو اكيد الفريق اللي بيلعب قدام فيوتشر هو اللي خليها يظهر كمان بشكل مش كويس دي مربوطة بحاجتين قلتها برضو في المقدمة انه لو انا بعمل او ضغط عالي زي ما احنا شايفينه في الصور والضغط العالي ده مفيش ورصة خلاص كورة بسرعة كارثة ايه بقى اللي كانت بتعمل نقطة تانية علشان من اوقت شوق طويل مع سوارش نقطة تانية كانت بتعمل مهمة جدا في الديئة 23 و الديئة 27 و الديئة 32 مبارح نقطة بيعملها انا شفتها في التمرين و شفتها مبارح في المطش التكلفات والزونز محمد عبد منعب بيطلع وسط الملعب لانه طبيعا انا بعمل هاي بريس بطلع بالفرقة كلها عشان ما يبقاش في جاب ما بين الخطوط محمد عبد منعب بيطلع ايام اللي التكوف اول ما رجلي بتنزل على الارض مرويش علاقة القرى فين هو بيرجع على الزون تانية عشان ما اتضربش دي نفس النقطة اللي كنت تقوله يبقى الاستخلاص الريبوزيشن او الرجوع لاماكن التمركز عشان ما اتضربش بسهولة تلاتة الهاي بريس التلاتة مربطين ببعض وعشان اقفل بقى كلامي على صوريش الاداء ده بالنسبالي يحمل شكلا معناه ان فيه جهدا مبزولا ده كل اللي اقدر اقوله رقم اتنين الرجل مش يقدر يعمل ده في كل المباريات ان ده محتاج مجهود بدني غير طبيعي تلاتة الحالة البدنية بتاعة العبت النادي الاهلي دلوقتي لسه شوي كلم ده حلوة اوش اروح لهوبة على روي فيتوريا عشان كمان انا خايف الوقت ايسان انا نفسي كمان الكلام عن روي فيتوريا بس كلمة اللي قلت عن صوريش في حالي سبعة عشرين ستة انا وانا بفرج على المبارة بارح شوفته يعني قلت هو ده هو صح زي ما كنت باسمع او كنت باشوف مع فريق البرتغالي الراجل اختيار اختيار جيد اكيد اختيار جيد بس راجل لا بيشتغل ازاي هوب طيب بص عندنا كذا جانب كده في الكلام عن روي فيتوريا او الحاجة انا بتكلم كده انا بتكلم في النظري عشرة سوائن دي الحالة دي حالة صوريش مش فيتوريا دي حالة صوريش بتاعة سبعة عشر ستة نفس الضغط نفس السور اللي احنا عرضناها في العشر دقائق اللي فاتوا هو نفس الضغط بنفس الطريقة الرجل الاسترايكر الضغط القطري باربع لعيبة موجودين في كدر واحد عشان نستخلص الكرة بصراحة فاضر اوه انا دايما مع جمال كده بحسان هتكلم النظري وجمال هيكلمنا عن العمل طيب هنتكلم على كذا جانب سريعا جدا عن ازاي روي فيتوريا الاختيار يعتبر الامثل بالنسبة لمنتخب مصر دلوقتي هنتكلم عن شخصيته هنتكلم عن تاكتكس بتاعته طريقة لعبه دي طبعا جمال هيكلم معنا فيها نفس الكلام هنتكلم عن مسيرته واحصائياته اللي بتقول كتير قوي عن مدير فني كبير لمنتخب مصر اول حاجة بالنسبة لشخصيته دي مهمة قوي بالنسبة للمدير الفني بالنسبة لمنتخب مصر ان هو واحد بيعرف يحفز لعبته بشكل كبير جدا شخص هادي وفي نفس الوقت معروف ان روي فيتوريا رغم ان هو ماسك فرقة من فرقة القمة في البرتغال واحد من افضل المدربين البرتغاليين في اخر خمس او ست سنين ان هو عمر ما كان عنده مشاكل سواء مع خصومه او مع لعبته دي حاجة مهمة جدا 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 خصوصا كمان مع التعامل مع الاعلام اللي في حالة استنفار بعد التجارب اللي فاتت سبيل كوسين كده هو وجيسوس في برتغال كانوا بيأكلوا بعض هم الندين اللي دودين في الفترة اللي فاتت دي وحتى كمان كل المقارنات اللي كانت بتحصل بتحصل ما بين روي فيتوريا وجيسوس لكن الكلام ان هو مدرب هادي جدا عمره مفتعل اي مشاكل مع العبته او معه هم بالضبط هم اسمينه لو بروفايل لو بروفايل اللي هو ما بيفتعلش مشاكل او بيطلق تصريحات حتى نارية وفي نفس الوقت كمان مع رسالته كمدير فني اول ما تم اختياره بعت رسالة كده من ايام كالوس كيروش الرسائل المحفزة الرسائل التشجعية طيب ده عن شخصيته ماذا عن الامور الفنية والتيكتكية بالنسبة للرجل ده بيتوريا من الاسماء المحترمة جدا علشان الوقت هلقول على نقطة مهمة جدا جدا تحمل تحمل بشرة صرة للناس يلا كنا بنوثني على كيروش بعض النقاط لكن كان عندنا مشكلة معاه وهي الصلابة الفنية بتمسكه الشديد باربعة ثلاثة ثلاثة مصمم انه ينفذها ده ادانا بعض المميزات في الجزء الدفاع لكن كان عندنا مشاكل في الجزء الهجومي بسبب المشاكل الموجودة في وسط الملعب والقماشة اللي موجودة خليني اقول لك بقى لو الحالات موجودة نعرضها سريعا ان انا بتكلم لان هي الحالات كلها شبع بعض الراجل ده ليه ثلاث محطات مهمة في مسيرته في السنوات الأخيرة بنتكلم على سبارتك موسكو والنصر الراجل اللعب بكل طرق اللعبة ده معناه ايه؟ ان راجل عنده من المرونة التكتيكية اللي هتخليه يشوف القماشة اللي معاه وينفس فكره هنا هو فيه فرق كبير انا هلعب باللي موجودين وخلاص او انا هشتغل بالطريقة اللي كان المنتخب ده بيلعب بيها او انا عندي القدرة ان انا اشتغل باي طريقة واطوع اللعبة دي عشان تنافسه ده حلو بس انا احب افهم اللي بيحصل ده بص نور الدين مرابط لما تكلمنا على ده مطش النصر والسد لما تكلمنا على سواريش قلنا انه اهم العيد في الترس بتاعه هيكون محمد مجدي افشا اقولك انه روي فيتوريا اهم العيد في الترس بتاعه هيكون البلايميكر اهم العيد في الجزء الهجومي التطور والفويتز والسبايس ان الاثنين جاي من مدرسة واحدة جاي من مدرسة البرتغالية باختلاف التطور طميم نشوف اللي بعد وقفلي هنا على دي ثواني عشان هنشرح فيها حاجة الرجل ده وهو بيدرب سبارتك موسكو بيلعب نابولي مين اقوى مين اقوى نابولي فانا هنا مغير الشكل وبالعب بتلاتة في الخط الخالفي بيلعب هنا ادي خمسة بص واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة تلاتة في العمق واثنين وينج باكس الرجل ما عندهش قزمة خالص انه يلعب بتلاتة اللي بعده السؤولة اللي بعدها دي المجموعات زي ما كنا بنتكلم على المجموعات الدفاعية اللي بيعملها كيروش مع منتخب مصر وحفظالهم الرجل ده استاذ استاذ في تكوين المجموعات وخلق المساحات في كل الفرق دي حاجة بقى مشتركة في كل الفرق المساكة سواء سبارتاك بينفيكا او مع الناصر اللي بعده نفس الشكل تلاتة وهو بيدرب سبارتاك في مباراة ابتدوا يحفظوا انهما يشتغلوا بتلاتة كنت بفرق النهاردة على بينفيكا و بيرميانيخ قبل ما جاء الهواء 2016 كاميرو 4-4-2 معنا تشكلتين بالضبط وهو مع بينفيكا لعب 4-2-3-1 و 4-4-2 و 4-1-4-1 لعب كل الاشكال و في كل الاشكال التكلفات والشخصية كانت فرضة نفسها على اللعيبة اللعبها كان بتنفذ اللي بتطلب منها كامل السورة اللي بعدها انا عارف الوقت بيجري بأسف السورة اللي بعدها نفس اللي انا قترك من شوية المسلسات المجموعات اللي كانت كروش و نقولها و نفكر بها ناس ان شاء الله الراجل يجي يشتغل الراجل ده هو عملها مع كل الفرق باختلاف الامكانيات اللعيبة المجموعات الهجومية على الاطراف المدرسة البرتغالية الراجل ده متخصص بشدة في انه زي خلالك المساحات التحولات الوقوف ماتش بيلعب 4-4-2 مع سبارتاك بيلعب 4-4-2 برضو مع نفس الفرقة اللي احنا قولنا من شوية ولعب ايه لما كان بيلعب نابولي فريق اعلى لعب بتلاتة فالراجل اللي احنا عايزين نوصله من الحالات دي انه الراجل عنده ميزات كتير محتاجين وقت نتكلم عليها لكن المهم النهاردة بكل الحالات دي انه الراجل ده عنده مرورة تكتيكية بيقدر يشتغل بكل طرق اللعب حسب القماشة اللي موجودة يقدر يطلع منها وحسب المنافس ويقدر يطلع منها افضل بيحفظ اللعيب الواجبات في الحالتين سواء بتلاتة في الخط الخلفي اربعة اربعة اتنين مع النصر اللي هو معظم مشاكل بيرعب مع اربعة اتنين تلاتة واحد هو بقى انت قلتني هتكلم على حاجة غير الشخصية اللي هي علاقة بالتكتيكية هو زي ما كلام جميل اللي احنا بكمله هو مدرب مارن جدا بيعتمد في الاساس على اربعة اتنين تلاتة واحد فدي بشرة صارة بالنسبة للأفشة انه هيبقى ليه دور في المنتخب في الفترة الجاية هو مارن تكتيكية جدا على حسب المنافس وعلى حسب القماشة اللي موجودة معه أفشة على سبيل المثال هيولك فين اوباما فين محمد ابراهيم على سبيل المثال حاجة مهمة جدا ان شخصيته فرضة انا بزود كمان على كلام جميل انه هو تعامل مع نجوم العالم مش النجوم البرتغاليين بس احنا بنتكلم على ادرسن بنتكلم على روبين دياش بنتكلم على رؤول خيمينيز مهاجم وولفر هامتن فدي حاجة تضيف لي عجبني جدا يا كريم ودي نقطة مهمة في مسيرة رويه فيتوريا احنا قبل ما نكلم عنها دي تشكيلة بنفيكا قدام بان مينخ في شامبينز ليك في دور التمانية اللي خرج منه بصعوبة جدا قدام جورديولا جورديولا قال اللي انا قعدت 12 يوم قبل المباراة دي عشان ادرس طرق لعب رويه في فيتوريا وما خرجتش مكتبي غير مرة واحدة بس ده في مباراة الزهاب وهو دي في مباراة الزهاب وهو بيلعب في ألمانيا وكان باين ان هو متحفز شوية بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة أكتر بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة أكتر بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة واحد وهو بيلعب على الأرض وبيحاول يطارد النتيجة عجبني بقى يا كريم حتة التدرج في مسيرة رويه فيتوريا بدأ مع فرق في الدرجات الأدنى بدأ مع فرقة الشباب بتاع بنفيكا تدرج مع فرق في بورتغال فرق من فرق الوسط وقدر يحقق بهم حاجات لدرجة انه خرج فريرا مع طبعا بورتو من كاس انجلترا قدر ان هو يفوز ببطولات فمدرب تدرج بشكل طبيعي جدا وبشكل مفيد جدا ويعلم أي مدير فني لغاية لما وصل ان هو بيدرب منتخبات بعد ما كان بيدرب قندية كان معاك حاجة تانية عايش تعرضت يعني هو حصيات سريعة جدا هو نسبة فوزه تعتبر مقبولة بالنسبة للفرق اللي هو مسكها بنكلم 50% اللي قال للنسبة دي شوية عشان كان في سبارتاك موسكو وكان سبارتاك موسكو ما كانتش فأفضل حالتها وصل الى 34% معدل الاهداف بتاعة الفرق اللي ضربها مش كبير فالناس اللي فرحت قوي بالمرونة ما تفرحش قوي لان هو مدرب متحفظ فرق اللي ضربها سجلت 1164 هدف في 707 مباراة بمعدل واحد وستة من عشرة هدف في المباراة الواحدة فالفرق استقبلت 783 هدف معدل هدف واحد من عشرة الفكرة انه هو دايما معتمد على بداية المباراة اول 30-40 دقيقة بيضغط ضغط شارس جدا بيعايز يأمن النتيجة بهدف او بهدفين بيلعب الشروط التاني على التنقلات السريعة والهجمات المرتدة وتقريب الخطوط ما بينهم ما بين بعض زي ما جمال الكلب اللحظات الحلوة دايما بتخلص بسرعة والله كان يبسى عاد معاكم لسوعة سنة تحديدا يعني كان لازم نتكلم كتير كمان عن فتوريا بس التعاون على وضع في الحلقات الجاية هو بيمدي رسمي او هو في المؤتمر السحف بعد السحف نتكلم عنه كمان بشكل اكتر هو بقى شرفته نوارتك العادة جيمي نوارتك استمتعت جدا بكلامك العادة دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الفخير